بعضاً بيحد تعطف على كلّن ولا يكون إلا غاية الذي تلأ من خواص حتى أو من معانيها العطف من أقسامها أن تعطفك ولكنها تعطف بعضاً على كل لا بد يكون ما بعدها بعضاً مما قبلها متناهياً علواً أو انحطاطاً مثال ذلك مات الناس حتى الأنبياء الأنبياء جزء من الناس وهم نهايتهم علواً وصل الحجاج حتى المشات أكلت السمكة حتى رأسها رأسها جزء منها وهو آخرها لا يقالوا أعجبني زيد حتى عمر لا صلة بين زيد وعمر تقول أعجبتني الجالية حتى حديثها عندما كانوا يبيعنا الجوارية أعجبتني الجالية حتى حديثها ولا تقول أعجبتني الجالية حتى أولدها لا يقالوا أنا قولين ضعضاً بحق وهذا كمانا وديه رغباً ضعضاً بحق أعطف على كل ولا يكون إلا غاية الناس قالوا ما رأيكم في قول الشاعر ألقى الصحيفة ألقى الصحيفة كي يخف فرح له والزاد حتى نع له ألقاها ألقى الصحيفة كي يخف فرح له والزاد حتى نع له هل النع له من الزاد واحد من سافة لكم خارج معه وتمراً وغيره وأقطاً هل النع له من الزاد قالوا تقدر ألقى ما يذقله ألقى ما يذقله حتى النع له المتلمس هذا ما نقولي ولا يكون إلا غاية الذي تلعنا أعضم بحق حتى أعطف على كل ولا يكون إلا غاية الذي تلعنا أم من حروف العطف يعطه بها بعد همزة التسوية وتكون أم محاطة بجملتين فعليتين أو اسميتين أو مختلفتين وأم بأقدر همزة التسوية نحو سواء عليهم أستغفرت لهم أم لن تستغفر لهم أستغفرت لهم أم لن تستغفر لهم أم وحضت بجملتين فعليتين السلام عليكم أدعوتمهم أم أنتم صامتون وحضت بجملتين فعليا واسمية أو اسميتين قالوا ولست أبالي بعد فقضي مالكا أموتي ينائن أم هو لا نواقع وحضت بجملتين اسميتين أظهر أنا أقولي وأنبي أعطف إذا لا همزة التسوية أو همزة عن نظر أي مغنية كذلك أطف بها بعد همز لمعنى أي وتسمى في هذه الحالة معادلة تقول أزيد عندك أم عمر أيهما عندك ويتوسط بينهما ما لا يسأل عنه أو يتأخر تقول ما حزنه تقول أزيد عندك أم عمر عندك لا تسأل عنها أنت تسأل عن تعيين زيد وعمر لك أن تقول أزيد أم عمر عندك عندها لا تسأل عنها لك أن تؤخرها وتوسطها ومثاله كذلك في القرآن أأنتم أشد خلقا أم السماء أأنتم أشد خلقا أم السماء المسؤول عنه المسرد إليه أنتم أم السماء تستطيع أن تقول أنتم أم السماء وأشد خلقا أشد ليس مسؤول عنها ومثال السؤال عن المسند هو أن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون ما توعدون ليس مسؤول عنها مسؤول عن القربة لك أن تقول أقريب أم بعيد ما توعدون أو أقريب ما توعدون ما لا يسأل عنه لك أن توسطها وتؤخرها في هذه الحالتين أم تسمى متصلة أم إذا كانت بعد تسوية أو كانت بعد همزة معنى أي فهي متصلة لأن ما بدها متصل بما قبلها وإذا كانت منقطعة فسأل كلها أنا أقولي وأن بهضب إذرى همزة تسوية أو همزة عن لفظ أي مغنية وربما أسقطت الهمزة إن كان أخب المعنى بحادث أون إذا كانت معنى يتضح بالحال في همزة قد تحذفه كقوله عمر بن أبي ربيع رحمه الله تعالى لعمروك لا أدري وإن كنت داليا بسبع رمين الجمراء بثماني أبي سبع رمين الجمراء بثماني وقوليها سواء عليهم سواء عليهم أندرتهم أم لم تدرهم لم يقول آه أندرتهم حذب الهمزة هنا أنا قوله وأن بهضب إذرى همزة تسوية أو همزة عن لفظ أي مغنية وربما أسقطت الهمزة وإن كان أخب المعنى بحادث أون انفعت المتصلة قال رحمه الله وبانقطاع وبمعنى بل وفد تكون مما قيدت به خلط تكون منقطعة أي أن ما بدأ منقطع كل يوم ما قبلها وتسمى إضرابا وهي منابل كقول الله عزيزي الله بل وفصة رجيم ألف الأمم تنزيل الكتاب يا رب يا رب علي أم يقول نفتره التغذير بل أي يقولنا إن تكون مما قيدت به خلط إذا لم تكن بعد سواء ولا تكن بعد همزة مع ما أي فهي منقطع مع ما بد واضحة وكثيرا ما تقتضي استفهاما كقول العرب إنها لئيبن أم شاء التغذير بل أهي شاء بل أهي شاء ولا بد أن تقدر أهي شاء لأنها بسدائية لا تخل على جملة أبوين كذلك أم له البنات ولكم البنون التغذير بل له البنات ها هالي منقطعة هالي منقطعة هالي منقطاع وبمعنى بل وفص تكون مما قيدت به خلط اللي يقيد به أن تكون بعد سواء وبعد همز معنا أي ورهب نعم ها كلا هالي منقطعة هالي نوعان لكرهما لكر النحات نوعا ثالثا قالوا تكون زائدة كقول الشاعر ليت الشعري ولا من جاء من الهرمي أم هل على الشيبي أم هل على العيش بعد الشيبي من نذمي قالوا منها قالوا الله عز وجل عن في العون أليس لي ملك مصر وهالي نار تجلي من تحتية أبلا تبسلون أمنا خير قالوا أمزع إذا هنا كان صارت ثلاثة متصلة ومنقطعة وسعيد هذا نقوله وبانقطاع وبمعنى بل وفت تكون مما قيد خير خير بحقس بأو وابهيم واشكف وإضراب بها ظنم أو تتي لمعاين أدى تتي في الصيغة الإنشائية للتخيير أو الإباحة فتقول خل من مالي درهما أو دينارا هذا التخيير إن جمعت بينهما كنت متعديا والإباحة تقرأ النحو أو الحساب إن جمعت بينهما لا حرج عليك هذا إباحة ورهب وكذلك في الصيغة الخبرية تتي لتقسيم الكلمة اسم أو فعل أو حرق وتتي وتتي للشك لبثنا يوما أو بعض يوم والتشكيك وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين نحن نعلم أننا على هدى والكفاء على الضلال هذه تشكيك سوشكك وخصمك هذا ما قوله خير أبح قسم بأو وأبهمي واشكك وإضراب بها يظن من تتي الإضراب قال كانوا ثمانين أو سادوا ثمانية لو لا رجاءك قد قتلت أولادي كانوا ثمانية أو سادوا ثمانية بل سادوا هو يعرف أولاده في أحل ما أرى أولاده كانوا ثمانية أو سادوا ثمانية بل سادوا ثمانية هذه إضراب تقدير بل وتكون معنى الواو قوم للا سمعوا الصريخة رأيتهم ما بين مجم مهره أو سافع أي وسافع فولى طهات الحي ما بين منضج صفيف الشواء أو قدير معجل أي وقدير قالوا منها قول الله عز وجل وأرسلناه إلى مئة ألف أو يزيدون قال منها ويزيدون قالها إذا انتاز معاني أو عاطف أو هذه معانيها خيل أبحقس بأو وأبهمي واشكف وإضراب بها إضنمي وربما عاقبة الواو إذا لم ينفذوا نطقي لبس منفذا ومثل أو في القصد إما الثانية في نحو إما ذي وإما النائية قال تتي إما الثانية بها تركيب تقول إما هذه وإما النائية تكون إما الثانية هذه بمعنى أو تتي للتخير إنكح إما هندة وإما أختها تخير وإباحة اقرأ إما النحو وإما الحساب نبي ثلاث إما يوم وإما بعض اليوم تشك الكلمة وإما سون وإما فعل وإما حر قالوا ليست عاطفة لأنها مسبوقة بالواو والعاطف لا يقال عاطف وإياكم قال مثلها في القصد في المعاني فقط قالوا يا ابن مالك إما لا تأتي للضراب ولا تأتي مع الواو وأنت حملتها وأنت حملتها على أو في كل معانيها قالوا العذر لبن مالك أن مجيء أو مجيء أو لهذين المعنى قليل للإضراب ومعنى قليل هو حمل إما عليها في بقية المعاني مرحب هذا ما قوله ومذل أو في القصد إما الثانية في نحو إما ذي وإما وليست عاطفة قال بعضهم عدها عدها في حروف العاطف سهو ظاهر ومعنى عدها والإضاء والباق